الاعتداء على دور العبادة وقتل الأبرياء فيه حوادث دونها التاريخ لبشاعتها ويسجل التاريخ الحديث أفعالا إرهابية من هذا النوع أشهرها مجزرة الحرم الإبراهيمي على يد المستوطنين الصهينة في فلسطين عام 1989 ومجزرة مسجدين يوزلندا عام 2019 لكن أن تقع مجزرة كهذه في دولة يفترض أن قانونها يراعي خرمة الإسلام كالعراق الحديث فهذه أكبر وصمة عار وأوضح علامة على الحقد الطائفي الذي يحكم الدولة ويتحكم بها مسجد مصعب بن عمير في قرية إمام ويس في ناحية السعودية بمحافظة ديالة لا يزال شاهدا على أكبر مجزرة أودت بحياة أكثر من سبعين مصل قتلوا فيه بدم بارد على أيدي الميليشيات الطائفية في الثاني والعشرين من شهر آب عام 2014 في مشهد يكشف عن مستوى الإجرام والإرهاب التي وصلت إليه هذه الميليشيات إدانة واضحة لعناصر الميليشيات بارتكاب المجزرة ومنظمات حقوقية كهيومين رايت سوتش أكدت أن الميليشيات هي من ارتكبتها وعناصرها اعترفوا بارتكابها وفوق ذلك صدر حكم قضائي سابق بإعدامهم شنقا لكن أوقف تنفيذه وبعد ستة أعوام على مرور هذه المجزرة يصدم العراقيون والعالم معهم بتبرئة هؤلاء المجرمين والحكم بإطلاق سراحهم قضاء لم يراعي أدنى شروط الإنسانية فضلا عن العدالة ولم يقدم أي تبرير يحفظ به ماء وجه القائمين عليه تبرئة المجرمين لا تنم عن تسيس القضاء في العراق فحسب وإنما تدل على غيابه أساسا وإحلال مكانه شريعة لا تفرق عن شرائع المغول في شيء من حيث تمجيد المجرمين وإعدام الأبرياء أريد أعكمل هذا المجرم اللي طالحهم موهيانهم هموا جوا بزفة وحفلة ليش؟ وانا الروح؟ مو أراقيين هنا؟ تقود هذه القضية إلى التساؤل عن مصير آلاف المعتقليين الأبرياء في ظل قانون يجرم الضحية ويبرئ المجرم إطلاق سراح مرتكبي مجزرة جامع مصعب بن عمير دليل إضافي على تغلغ للميليشيات وتحكمها بقرارات الدولة وتبين حقيقة قدرة الكاظمي على الحد من نفوذ تلك الميليشيات ترجمة نانسي قنقر